هاد سير دمر العائلة كلها العائلة تدمرت واحد القصة حقيقية يا الاخوان انا اعودها لكم فغيموا بقات فيها بزاف وسنعهم زيان والله العادي بتتعجبكم هذه القصة واتر فيكم وجنفوسها تكون عبرة بزاف ديال الناس على بركة الله غادي نبدو القصة دانية اليوم ان شاء الله القصة ماديش نتقولها لكم غادي نديرها باختصار حيث القصة كانت فيها واحدة عشرين دقيقة ولكن اختصرها لكم في تلاتة دقائق اربعة دقائق ماكسيموم هي اصبح قصة وبينتاة ف emitted محدات مهاجر في بلجيكا هو العائلة الوحيد في الإسلام والمن يصرف علي التعامل هديه ام والوالد والوالد والزوجة الأول لسكون وبينهم بالغير hub مع ابو쪽 Wikipedia سمعوا يا اصلاف عليهم وصلت البنية لعشر سنوات لعشر سنوات سنوات البلجيكة وبطبيعة العائلات رفضة تماما قلت لهم يخسروا لا تنسان الحناية كما يدعون العائلات لماذا لا يمشون لأنه يمشون ينسون مصارف لكنه كان إنسان محافظ وخذ دولته قلت لهم البلجيكة دائما كان يصرف على العائلات والأخوان والوالدين كان يصرف عليهم بدأت الدراسة بدأوا يقرأ وتعلموا مع الواضع وقلوا واحد النهار شدت الباكة وفرح بها الوالد ومن بعد تقرأ ودخلت وانفق مياه وستقرروا في الحياة والوالد فرح بها وقلوا لها لكي تفرح بها ويخبرت أمي وقلت لها ان شاء الله وقلوا لها وقلوا لها وقلوا لها تزوج ودعمها الذي كان في المغرب الذي كانت تكبرت معه وهم مقدم في العمار وقلوا لك ولم يسرح بها ويجبوا لها وعلى الحياة وقلوا لها لا تريد وقلوا ولها واحدة هل تريده انظر في العائلته ويتفرح بها وقلوا لها ماذا أشتراه قال إنها لا تخرج على برها صحيح طاقت لها قتلت له مشكلة ونحن لا يوجد الغريب ودتت به لا يوجد حياته لقد اصحبت به اتضافه بلجيكا ودتول فيهم ودتتحبون بعضيتهم ودتدت عامين زوج المرض حملات فرحات وفرح عائلة قمت ببنية تتعلمون بنيا اليولادة في الأخير فرحه. عام بعد الولادة لاحظوا بأن البنت مستشوف. ما فهمو أولود أطيبقى قلعوا بديها هذه خصوحة العملية غالية تدروا ليها أدريها العملية تشوف غير بشوية في النهار و بالليل ما تشوف ولو. سافي أمنوا بالله قلت لك هذا الشيء يتبع علينا الله. تدروا هذه العملية تشوف شوية بالنهار ولكن بالليل ما تشوف ولو. حملات عود الثاني بواحد البنياء البنياء لا تشاهدون لا يدرون التحاليل وما يدرون الحكم هي بنت عمو قلت لهم أن تكون دم متقارب لذلك تزوجوا العائلة بيتهم وانتسوقوا العائلة متقاربة يكون هذه المشاكل في الحلقة قبل أن يكون نقص في العقل وما يكون هذه المشاكل وقالوا يدرون ان يقاطوا الوضع والدينة بحلقة وهم قلت لك أننا نحن لدى الأطب وعندما يحررون لذلك نحن نقوم بإمكانهم لأنهم نقوم بإمكانهم ونحن نقوم بإمكانهم بإمكانهم أولاد أو أبنية وإن شاء الله سترى وإنهم وإنهم فرحوا بهم ولكن لديهم نقص يبقوا بهم كما ترى الوالدي وفي ذلك الحال ثالث ونظروا 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 ونظهوا من أجل فبقى في الأحد. ويجازينها في الآخرة وهي تقول لها سأعطي لك واحد السر هذا الشيء الذي يقع بأولادك بسبابي قلت لها لا تقول لها ما تقول لها سأعطي لها واحد السر قلت لها سأعطي لها ستزد لدي أولاد لكي أردعه أمك مرة مرة تجيبك عندي تجيبك عندي سأعطي لك لكي أردعك لكي أردعك لكي أردعك الحليب لكي أردعه مشكلة سيدة الفات البنية لا أعرف ماذا سأفعل لماذا لا تقول لها لكي أردعه لكي أردعه قلت لها طمع أماني طمع بغيت أردعه بغيت أردعه طمع طمع وفي الأخر ضمرت واحد العائلة كبيرة طمع 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 صبها الله العظيم اردعه تأخرى بك كورشي تضمر الرجل يوم عند اهل العلم يسمح لهم وقلوا بها كيف يرسل بها وقع قالوا حسناك وقع قالوا من رجل انت لها حرجة عليك تبقى مراتك في الولد ولتي معها حلال عليك ولكن اختيت اليوم لانا عارفتها بأن اختيت في الريضاعة سوف تخلع عليها ماذا سوف تفعلها سوف تفعلها سيدر جاء للإبليجيكة لا أعود الانيسور للمرثوق لانا أذهب وصف يقول فأيبش وفي ذلك الساعة أرجع إلى بلجيكا هي المدامة التي أخته أخبرت الخبار بأن جارته ساكنة تحت منها كانت دائما كانت تدخلها بحرقتها لقيتها بأن رجلها والد معها جوج الولاد كان يخونها معها والد معها جوج الولاد رجلها الذي يخوها الآن كانت قبلتها وعودت القصة وكانت أمن بالله وكانت أمن بالله كانت تحبه رجلها يطبغي كانت تدخل معها معاشرة كانت تدخل معها الكثير وكانت أخوها وكانت أخوها مع جارتها والد معها جوج الولاد سيدة تخرب المؤمن الآخر تتلقها وكانت تزوج بها وكانت تزوج بها وكانت تقصة حزينة وكانت تحبه من أمهات التي تردعون الناس بحالة لا يقولها وكانت تردعون الناس وكانت تتلقى التحباب وتتعلمون وكانت تدخل من أخوة وكانت تنقى وكانت تتلقى بختي وكانت تتلقى والأمهات تتلقى الله يجلزيكم بخير لا تضحوا فضل الفخ الى رضعته شي واحد يجب ان تعلموا الوالدين بأن هذا رضعته القصة دي العدسالي هنا وانتمنى ان شاء الله نتلقه في قصة واحدة اخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته